العالم مهدد بالانحراف عن مصاري الحياة الكربوني أو هكذا ترسم المؤشرات القياسية في استهلاك وإنتاج وتخزين الفحم صورة أكبر مصدر طاقوي ملوث في العالم خلال السنة المنتهية توجه أطلقت شرارته إندونيسيا أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم حينما لاجأت لحظر تصدير المورد الطاقوي الأسود إجراء سرعان ما دشنا شح المعروض في الأسواق العالمية خاصة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية كانت نتيجته ارتفاع قياسي في الأسعار بنسبة تجاوزت الأربعين في المائة في ظرف ثلاثة أشهر بالتوازي مع سباق عالمي لاستغلال المورد الملوث في توليد الكهرباء بنسبة نمو تجاوزت تسعة في المائة السنة المنتهية في محاولة لتجاوز تضخم أسعار الغاز الطبيعي والنفط لتأتي أكبر زيادة في الولايات المتحدة الأمريكية التي رفعت حصة الفحم في توليد الكهرباء بنسبة 20% متبوعة بالهندي والصين استخدام موسع وتاريخي أدى لارتفاع الطلب على المورد بنسبة 6% العام الفارد توجه مرشح للاستمرار مع توقعات بتسجيل معدلات قياسية للاستخدام ببلوغ الفحم الذروى العام الجاري بتجاوز الاستهلاك العالمي حاجز 8 ملايير طن توقعات دفعت بكبر المستهلكين لوضع معركة تصفير الكربون جانبا وتعزيز مخزوناتهم من الفحم التي ارتفعت بأكثر من ثلاث مرات منذ أكتوبر 2020 حينما تراجع المخزون العالمي لأدنى مستوى له في سبعة أعوام بين مؤشرات الاستهلاك وتفاقم الطلب تكشف المعركة العالمية بحثا عن الفحم ازدواجية في مساعي العالم لحماية الأرض ففي وقت تغلق أوروبا محطاتها العاملة بالفحم وسعت دول أسيوية من إنتاجها خاصة تلك القادمة من الصين مصدر نصف الإنتاج العالمي من الفحم